فهذا هو الشكل النهائي نتاع الفطائر نتاعنا شي حاجة راقية مميزة لمن ناحية الشكل ولا المدق متاحا بمقادير وطريقة بسيطة جدا بواحد لفاخس اللي مميزة وعطتنا واحد اللي دا عجيبة نمرو على بركة الله نمشيو المطبخ باش نشوفو المقادير وتفاصيل الوصفة السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فأول حاجة غادي نجاهزوا لفاخس باش نخليوها حتى تبرد مزيان ونبدي ونعمروا في المملاحة فأول حاجة غادي موهم انا وجدت هنا في المقلة واحد زوج بصلات شلطة موهم كل شي طحنتو زوج بصلات دارت زوج خيزوات معهم واحد القريعة صغيرة ولا قرعة صغيرة وكذلك واحد لتحبات متع الفلفل اللي انا طحنتهم مزيان مزيان درتهم عجينة الفلفل فهد الفلفل اللي نطحن مزيان كي يعطينا واحد اللي دا عجيبة فضفت كيف ما شوتو معايا زيت نباتية فأنا حاولت أنني نصرع هكا في الفيديو باش المدة متع الفيديو ما تكونش طويلة درت الملحة وغادي نزيد عليها شوية ابزار كذلك ما نساوش الزنجبيل المهم أنا غادي نخلط هاد العناصير ونخليهم يتشحروا تحت نار مهي لا حتي بدي يدخل الطياب لديك العمارة ولا لديك الخضر غادي نجيب واحد المقلة الثانية غادي نضيف فيها شوية زيت نباتية وغادي نضيف عليها شوية من الهبرة متاع الديك الرومي هكا أنا قطعتها مكعبات فغادي تتبعوا معايا الفيديو وغادي تشوفو علشانا درت مقلة وحدها مهم باش تفهمهم زيان هكا علش درت هكا المهم غادي نغطيت عليه وخليته هكا حتى بداها كي المهم يدير يتقلف ديك الزيت ضفت عليه شوية الملحة شوية زنجبيل وشوية ابزار غادي نحاول نخلط دوك العناصير وما ننساوش ضفت واحد القطارات انتع لصو الصوجة هي في الحقيقة ماشي قطارات وإنما تقريبا من معلقة كبيرة حتى تزوج مع لقفة لصو الصوجة فيها العقدة وفيها اللي تكون خفيفة المهم إلا كانت عقدة ديرو معلقة إلا كانت خفيفة ديرو الزوج فهنا يا لديك العمارة أنا درت المهم مع ذيك الخضار درت شوية انتع الشامبينيون كان عندي قطعتوها كارقيق وزتو ضفتو عليها كذلك شوية انتع القصبر والمعدنوس وما ننساوش واحد المعلقة كبيرة انتع له ريسة اللي اعطتنا واحد اللدة عجيبة فنعرفوا أن المملحات من اللي كيجيو هاكا فيهم شوية لبننا انتع الحرورة فكيجيو لداد أما الزيتون فكتشوفوا معايا أنا قطعتو رقيق في الحقيقة بحنتو أنا نبغي هاكا نستعملو في المملحات باش يطلق اللدة انتعو وما يجيش باين فهنايا كتشوفوا معايا داك ديك الرومي ولا الهبرة انتع ديك الرومي دارت تقلت مزيان فأنا حطتها هاكا فوق واحد شي حاجة هاكا باش نقطحها رقيقة وداك اللي جيو اللي كانت بقالنا منها دي نضيفوه على ديك الخضارة اللي راها ما زالة كتشحر تقريبا را بدا يدخلها الطياب فاجينة قد قد أنا وياها يعني ديك الهبرة دارتها كطابت وقطعتها بدك سكين قطعتها رقيقة فبغيتها ما تكونش يعني هاكا طروفة باينين غدي نضيفها على ديك الخضار اللي تشحرت لي فأنا لاحظت أن شوية الخضار بحالي كانت كتير على ديك الكمية تاع ديك الرومي فحاولت نحيد منها شوية وغادي نزيد فيه طن وغادي نزيد الزيتون عليه المقطع المهم كتشوفو فيها هاكا وغادي نحطها جانبا حتى تبرد ديك اللي فاغص ونزيد معها داك الطن باش نعمر بالعمارة نتاع الطن أما هاد العمارة اللي عندي هنا يا فخلط المهم ديك الهبرة مع ديك البصلة والخضارة اللي تشحرات زيت معهم شوية الزيتون هاكا مقطع سافة طفت النار أخلط هاد العناصر كامل وغادي نخليها تبرد ونمشي انا باش نعجن العجينة فكتشوفو معايا هنا يا المهم انا ضفت درته هنا في واحد البول 500 قرام انتاع الدقيق 150 قرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ بيضة غادي نضيف العسل وواحد الخمارة حمرة كذلك هاد نعجنها بالحليب فغادي نضيف الملحة كيف ما شفتوه وغادي نعبر لكم الحليب باش شوفوش حال دخلي انتاع الحليب فهاد المقدار تاع 500 قرام انتاع الدقيق فانا كيف ما قلت لكم استعملت واحد الخمارة حمرة مغربلة واحد المعلقة كبيرة انتاع العسل فانا عندي هنا العسل شوية خفيفة ماشي مشكل مهم درت معلقة كبيرة وممكن تعويضها بسكر سانيدة فغادي نحاول انني بيدي اولا بصباعي نحاول نبسس ديك الزبدة مع داك الدقيق ومنسوش جديد من يجول الزبدة مع العجينة سوف نعجنها بالحليب فالحليب تدحل لي كاس نحن نضع العنبه نضيف عجينة نحن نضيف عجينة نضيف عجينة ونضعها في ثلاجة 30 دقيقة بعد ارتاح العجينة 30 دقيقة نحن نرش سطح العمل ونقطع العجينة نقطعها إلى 10 قطع أو 10 وحدات وحدات عشرة وغطيتهم بصيفة غيزة ونقوم بعمل مباشرة فبالنسبة للناس اللي عندهم الميزان تقدروا تديروا فيها تقريبا 90 جرام باش تجيكم مقادة هي هديك فاحتأنا يعني باش نتأكد أن الحجم النيشان قد قد كنحاول أنني نستاعن بالميزان فاكيف ما شفتوا معي أنا أحطت هكا هاد الاخر وغادي نمشي نورقهم ونرجع معاكم فاكيف ما شفتوا أنا جهزت معاكم وحدها هي وغادي تشوفوا طريقة باش نحصلوا على هاد الفطائر الراقية لمن ناحية المنظر انتاحة والخدمة انتاحة سهلة مهلة بتقنية بسيطة فكتشوفوا معايا المهم الفيديو راه يوضح نفسه نتمنى إلى عجبكم الفيديو ما تنساوليش لايك اشتراك في القناة بالنسبة للناس لأول مرة تشوف قناتي وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد كذلك ما تنساوش البرتاج في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك مع الأهل والأحباب باش تدعمونا وكذلك باش الكل يستافد فكيف ما شفتوا معايا المهم هادي هي الطريقة غادي نحاولوا اننا نرسمو ذوك سنينات نتاع الفرشيطة ونحاولوا اننا نجمعهم هاكا كيف ما الفيديو يوضح فانيا حاولت اننا ننتقل العملية نتاع الاخر تشكيل لكن من بعد غادي نسراح قلبت ذيك العجينة غادي تشوفوا معايا في الواحدة الثانية غادي يكون موضح كتر من هاد الواحدة فانا درت العمارة كذلك غادي نزيد عليها شوية الفروماج فانا هنا نخلط بين الفروماج نتاع الإضام الفروماج الحمر كما كان قولولو وبين المونزاريلا نحاول انني نسد عليها ونزيد اللوي بها الطريقة فحاولوا انكم دوك الوريدات تديروهم شوية الفوق باش يجيوا باينين حاولوا كذلك انكم تقرصوا مزيان دوك سنينات باش يجيوا هاكا واضحين فالاخر وشكلهم يجيوا زويون صافي ونحاولوا اننا نتاع اللقيهم فهنا يكون موضح اكثر ودك الفروماج اكيد هو اختياري كذلك الحشوة يعني هو اختياري ممكن استعمال الكفتاد الهبران البقري ولا الغنمي ولا الطن كيف ما قلت لكم وتحاولوا تدخلوا هكالعجينة واحدة في واحدة فهنايا قبل ما ندهنهم كان حاول انني مرة اخرى نتاكد اننا دوك سنيناتها كان مقبوضين مزيان باش يجي شكلهم زويون وهنايا كتشوفوا معايا انا درت واحدة البيضة استعليها شوية من لاصو الصوجة باش تعطيني التل لون زوين وهكال هنت الفطائر تاعي وحاولت نزينهم بجلجلان الاسود وممكن تستعملوا تجلجلان الابيض فكان هذا هو الشكل نهائي دخلتهم الفران اكيد وطابطيب عادي كتخليهم على نار شوية مهيلة باش يطيبون زيان ويجيوكم بواحد القوام اللي هو زوين نتمنى الي عجبكم الفيديو ما تنساوليش لايك وتعليقات زوينين كيف ما عودتوني والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة